نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ثلاثة حملات تفتيشية في محافظتي العاصمة والشمالية شملت عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في محافظة العاصمة بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومدرية شرطة محافظة العاصمة كما تم تنفيذ الحملة الثانية في المحافظة الشمالية وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في المملكة وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع لدعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع داعيتنا الجمهور للإبلاغ عن أي شكاوات تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية